لماذا المغرب والجزائر مدابزين؟ لكي نفهمه يجب أن نراجع التاريخ القديم والجديد نبدأ بالقديم الحدود الحدود كانت وباقت اليوم مشكلة كبيرة في العلاقات المغربية الجزائرية الحدود التي كانت اليوم هي الحدود التي كانت ديمة بالبلدين إذا رجعنا غير النصف الثاني القرن 19 أصدقوا أن الحدود كانت مختلفة المغرب كان في ذلك الوقت 6 سنين لإستقلاله لماذا تداد الجزائر الاستقلال تصل الحسن الثاني مع الجزائر لكي يحلوا المشكلة منطقتين بشار و تندوف هذه هي مناطق التي تعتبرهم المغرب أحمد بن بلا الرئيس الجزائري تطلب في الأول شوية ديال الوقت باش يتشاور مع الناس دياله قبل ما يقرر أي حاجة القرار النهائي كان أن الجزائر ما غادي تخلى على أي جزء من المناطق اللي كانوا في دياله في وقت الاستعمار هذا هو التامان ديال الدم الجزائري كما قال لهواري بومدين اللي كان في ذلك الوقت نائب ديال الرئيس ووزير الدفاع الجزائري المغرب حس بحالي لا تخدع في هذه القضية لأنه كان ممكن ياخذ بالشار و تندوف قبل استقلال الجزائر وكان واحد الاتفاق مبدائي مغريبي جزائري على أن مشكلة الحدود ستحل مباشرة بعد استقلال الجزائر حرب الرمال 1963 هذا الإحساس ديال التقوليبة اللي حسوا المغرب هو اللي دفع المغرب أنه يصيف الجيش دياله للحدود في أكتوبر 1963 بدات مواجهة عسكرية اللي تمت بحرب الرمال إتيوبيا ومالي دخلوا بخيط بيض بين المغرب والجزائر وقدروا يحبسوا هذه الحرب اللي المغرب كان رابح فيها عسكريا ولكن كان خاسر معنويا قدم المجمع الدولي النتيجة لهذه الحرب القصيرة هي أن كل دولة رجعت للحدود ديالها من ينجيت إذن بقى الوضع على ما هو عليه هذه الحرب كانت عندها عواقب كبيرة وأهم هذه العواقب هي عدم تقف الآخر عند الجانبين مشوش اتفاقية الحدود 1972 سع سنين من بعد الحرب الحاسن الثاني والهواري بومدين تافقوا على أن المغرب لا يبقى طالب بشار وتندوف وبالمقابل الجزائر ستساند المغرب في المطالبة بالصحرة التي كانت ذلك الوقت مستعمرة إسبانية وسيكون استثمار ثنائي منجم الحديد في غار الجبيلات وأن الجزائر ستبيع الغاز المغرب بثامن رخيص الإديولوجيات الجزائر كانت عندها واحد الإديولوجية ثورية اقتصاد اشتراكي تأثرات بالفكر القومي العربي كانت قريبة بزاف إديولوجياً لمصر جمال عبد الناصر وحزب البعث في سوريا والعراق وطبعاً كانت أكثر دفاعاً على القضية الفلسطينية هذا التوجه الإديولوجي هو اللي جرها للمعسكر الشرقي للكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي بالمقابل المغرب واحد المملكة محافظة الاقتصاد ديالها حر إديولوجية قريبة للملكيات بحل السعودية وفي القضية الفلسطينية وخكينا موسى ناداً للفلسطينيين ولكن دي مكان المغرب مع حل يرضي الجانبه هذا التوجه الإديولوجي هو اللي خلال المغرب دائماً قريب من المعسكر الغربي أو الكتلة الغربية بقيادة أمريكا مشكل السحر من بعد الاتفاقية للحدود اللي هضرنا عليها ومن بعد ما اعترف المغرب باستقلال موريطانيا اللي التاهية كانت يعتبرها جزء دياله الحسن الثاني كانت يتوقع أن الجزائر وموريطانيا غير يوقفوا معه باش يرجع السحر اللي كانت في دسبانيا الجزائر في هذا الوقت كان قدامها جزء ديال الحلول يأما تدعم المغرب في قضية الصحراء وبالمقابل المغرب غير صادق على اتفاقية الحدود هذا هو كان الموقف ديال بوتفليقة اللي كان في ديالوقت وزير الخارجية للجزائر أو أنها تدعم الاستفتاء من أجل تقرير المصير وبالتالي تدعم حركة البوليساريو اللي كانت بغى تصوب دولة صحراوية مستقلة صحاب الحل الثاني كانوا خايفين من أن إلى الجزائر دعمت المغرب واخدى الصحراء لا يقف فيها سيزيد يطالب مناطق أخرى وكان عوداني واحد الأمل عند البعض أنه إلى تكونات دولة صحراوية موالية للجزائر ستفتح طريق للمحيط الأطلاسي حسب شهادات سياسيين جزائريين اللي عاشوا بهذه المرحلة الجزائر كانت خايفة أن إذا المغرب اخدى الصحراء الموازين ديال القوى ستقلب ضد الجزائر في نهاية المطاف بومدين ييد الرأي الثاني ضد الرأي ديال بوتفليقة المسيرة الخضرة في نوفمبر 1975 الحسن الثاني صيفت المسيرة الخضرة هذه المسيرة فجأت الجزائر لأن كان واحد الوعد مسبق من إسبانيا أنها ستدير استفتاء قبل أن تخرج من الصحراء الجواب الجزائر على اللي وقع كان هو دعم البوليساريا شهور قليلة من بعد ناضط منوشات عسكرية بالبلدين تقطعات العلاقات الديبلوماسية وتم طرد آلاف المواطنين من بعد بدأت مفاوضات سرية لكي تلقى حل سلمي كان مقرر أن الحسن الثاني يتلقى بومدين لكن بومدين مات قبل هذا اللقاء المغرب يدخل في حرب مع البوليساريو التي تساندها الجزائر القدرات البوليساريو لتضرب المغرب بقيت غادة وتتنقص مع الوقت تحبسات الحرب رسميا في 1991 بتدخل من الأمم المتحدة الأطراف كلهم تافقوا على فكرة الاستفتاء من أجل تقرير المصير ولكن في الأخير لا تتحقق من 2007 المغرب بدل التوجه له ولا ضد فكرة الاستفتاء ومع فكرة الحكم الذاتي الموسع تحت سيادة المغربية هذه الفكرة رفضتها البوليساريو والجزائر عملية 1994 الإرهابية في العهد الشادلي بن جديد بدأت تحسن العلاقات المغربية الجزائرية هذا التحسن توجه بإعادة العلاقات الديبلوماسية في 1988 عام من بعد تأسس ما يسمى باتحاد المغرب العربي في 1989 اتحاد المغرب العربي لم يكن تخطوة لتحل المشكلة للصحراء هذا كان واحد من أسباب الفشل دياله في 1991 دخلت الجزائر في حرب أهلية قلبات جميع السيناريوهات في 1994 وقع الهجوم الإرهابي في مراكش المغرب التهم لمخابرات الجزائرية أنها هي مولة الفعلة وفرض تأشيرة ديال الدخول على الجزائريين الجزائر ما عجبهاش الحال لجوج أسباب أولا لأنها تتشوف أن ما عندها تشي علاقة بهذه الهجمة الإرهابية وتانيا باش تجي ترجع الآلاف ديال الجزائريين في واحد الوقت قصير من المغرب كانت واحد العملية سهلة خصوصا أن الجو ديال العنف اللي كانت عايشة في الجزائر كانت لا يطاق يزيد على هذا أن الجزائريين كان عندهم متنفس واحد لكي يهربوا قليلا من أجواء الحرب اللي عندهم هو تونس والمغرب رد فعل الجزائر كان هو إغلاق الحدود وفرض تأشيرة على المغاربة من جبوت فليق الحكم في 1999 كل شيء كانت يتوقع أن العلاقات ستكون مزيدة وفعلا تحسنت قليلا ولكن الحدود كانت مسدودة تليون ندوز دابا للتاريخ الجديد المغرب في السنوات العشر الأخيرة حقق نجاحات كبيرة على المستوى الإفريقي هذه النجاحات لم يعجبوش الجزائر خصوصا نعرفوا أن الجزائر كانت عندها واحدة مكانة كبيرة في إفريقيا خصوصا في العقود الأولى مر الاستقلال عاونت بثاف ديال الدول الإفريقية مادية عسكريا تنمويا هذه المكانة بدأت تتنقص تدريجيا تدريجيا من الوقت ديال الحرب الأهلية في التسعينات الحاجة الوحيدة اللي محافظة عليها الجزائر هي في المجال الأمني وفي الدور ديال الوسيط في النزاعات الإفريقية لكن في المجال الاقتصادي تراجعت الجزائر بزاف بزاف بالمقابل الاستراتيجية الإفريقية ديال المغرب مشت بعيد يعني مشت بعيد لواحد درجة يعني تل المجال المقارنة مبقاش المغرب رجع الاتحاد الإفريقي في 2017 المشكلة بالنسبة للمغرب هو أن الجمهورية السحراوية اللي ما تيعتارش بها عضوا في الاتحاد الإفريقي وداخل الاتحاد الإفريقي كانت دول في جهة المغرب وكانت دول أخرى في جهة البوليساري وعلى رأسها طبعا الجزائر على المستوى السياسي المغرب حقق نجاحات العديد من الدول حلات قنصوليات في الصحراء وفي الملف الليبي ناضي تنافس كبير ما بين المغرب والجزائر ما بين 2005 و2019 تضبلت الصادرات المغرب وفي المنافسة الاقتصادية الاستثمارات المغرب في أفريقيا السوداء مليار 446 مليون دولار بالمقابل الجزائر 146 مليون فقط الصادرات الأفريقية السوداء مليار 308 مليون دولار الجزائر 440 مليون ما بين 2005 و2019 تضبلت الصادرات المغرب أربعات المرات الموقع الاستراتيجي الذي يلعب في صالح المغرب هو الموقع الاستراتيجي الذي يتواجده بسهولة مع دول الجنوب عبر الأرض والماء والجو المغرب لديه شبكة كبيرة من الاتصالات الجوية في أفريقيا إذا ازدنا على هذه الموانئ ستكمل الصورة غير مؤخرا من المغرب أكبر ميناء في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وهو واحد من أكبر عشرين موانئ في العالم اللي هو ميناء تنجل المتوسط الجزائر عارف هاتشي وبدأت تتحاول أنها تلقى حلول باش تنافس المغرب أولا حلات الطريق مع موريطانيا وكملت الخدمة على الطريق العابر الصحراء اللي غايكون ما بين الجزائر العاصمة ولاقوس النيجيرية كذلك كاين منافسة ما بين المغرب والجزائر في خطاع نقل الطاقة المغرب تتنافس مع الجزائر على مثلا الأنابيب ديال الغاز اللي غادوز من نيجيريا للبحر الأبيض المتوسط واش غادوز من الجزائر ولا غادوز من المغرب تفتعاون مع الصين الجزائر كانت دائما هي الشريك الأول ديال الصين في المنطقة المغاربية لكن مؤخرا أولاد الصين تتركز أكثر على المغرب القوة الناعمة وخل الجزائر سمحات في أكثر من 3 مليار دولار ديال الديون ديالها عند 14 دولة إفريقية ما بين 2013 و2018 ما قدرت الجزائر أنها ترووج مزيان لهذا البادرة هذه بالمقابل المغرب در الدعاية مزيان ورووج مزيان للمساعدات دياله الإفريقية ديال كوفيد 19 المغرب استثمر بزاف في الدراسات الإفريقية الاستراتيجية عادة الطلاب الإفريقيين اللي تقرأوا في المغرب وتياخدوا منح جامعية مغربية أكبر بكثير من اللي كانين في الجزائر كذلك التوغل الديني اللي بغينا نسميه ديال المغرب ما عندوش مقابل في الجزائر المغرب تيكون أئمة ديال العسراء ديال الدول الإفريقية المغرب عندو واحد تأثير صوفي لا مثيلة له يعني غير الاقبر ديال سيد احمد تيجاني فاس تتعتبر قبلة ديال الحجاج الأفريقى اللي تابعين طريقة تيجانية اللي هما بالملايين من الصداف الغريبة هو أن مؤسس طريقة تيجانية تولد في الجزائر ولكن الجزائر ما معرفاتش تستغل هاد المعطا هاد الخلاصة الصداع المغريبي الجزائري قديم ولكن إلا كانش حال هادي صراع الاساس دياله جغرافي اليوم وفي المستقبل غيكون بلا شك اقتصادي وسياسي صراع حول الكعكة الإفريقية وصراع حول التحالفات القوية مع الدول العظمى رأي شخصي ربما من أكثر الحويج اللي تدير لي الحزن هو هاد الصراع الجزائري المغريبي اللي تواحد فينا لا مغاربة ولا جزائريين عندو فيه شيء شيد فمؤسف جدا أن بسبب واحد الحادي الجيني يعني أكسيدون جينيتيك حل عينه القراسوف واحد البقعة من بقعة الأرض أنه يشوف ذاك الآخر اللي تهوى بواحد الحادي الجيني حل عينه القراسوف واحد المنطقة من بقعة الأرض أنه يشوف فيه أنه العدو دياله وخاصة يعني المغاربة والجزائريين أنا متيبا ليتشي فرق ما بين المغاربة والجزائريين يعني بحال بحال تقريبا في جميع الأمور نعم كينشي حويج بسيطات كشي حاجة تقافية ولكن في الغالب يعني صعيب تفرق ما بين جزائري ومغريبي صعيب فشيء محزن أننا يعني نشيطنه بعضياتنا وتشوف ذلك التعليقات مثلا اللي تكونوا في المنشورات في الفيسبوك أو في فيديوهات اللي تتشيطن الآخر وهذا الشيء في صالحي من؟ يعني تهو واحد ما مستفد ما كينشي حاجة زوينة تتخرج من بحال هاد الصراعات المجانية اللي في الأخار تضرنا كاملين نتفكر واحد واحد الأستاذ ديال فنون القتال كان ألماني هو كان قال لنا وحد المرة وحد القادية وبقيت دائما عالقة في الدين ديالي نقال لك أي صراع كما كان أي مدابزة أي مدابزة كما كانت سواء ربحتي فيها أو خسرتي فيها رك خاسر يعني نفرض أنك تدابستي مع واحد الإنسان في الشارع وصلخته يعني أنت اللي ضربتيهم زيان يعني ما قدرش عليك يعني تفوقتي عليهم مياه في المياه وخاكك أنت خاسر علاش خاسر؟ لأن ربما التيشورت ديالك تقطع ربما يدك تفدعو أو تهرسو صباعك شي حاجة ربما تجرحتي الحويج ديالك توسخو الشعار ديالك تخسر يعني ما كنش شي ربح بحال هذه الأمور هذه كن غير الخسارة وخط ربح انت خاسر ولا أنا عبرة في الحروب اللي دست منها البشرية ليست تلقى واحد دولة وخار بحات ولكن الخسائر ديالها البشرية والاقتصادية وهذه كانت بالملايين فشي محزن جدا احنا كلنا بشر من نفس الجنس هاد الحدود اللي بنتنا هي حدود اصطناعية مكنش مكنش حاجة في الواقع تتقول أن هاد الحدود هاد يجزء من الطبيعة هي ليست جزء من الطبيعة هي حدود اللي دارت بنتنا أما احنا راكل لنا بحال بحال لو مكنش هاد الحدود هاد مكنش غادي تفرق ما بين الناس اللي تعيشوا لا في الجزائر لا في المغرب لا في تونس لا في ليبيا وهكذا دوليك تحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر